يا خالد فالمعلم مريض شفاه الله سأتصل به للاطمئنان عليه وكنت أريد أن أسأله عن بعض الأشياء فلتخبرني بها يا خالد لعلي أستطيع مساعدتك كنت سأطلب منه تطبيقا عمليا على التمثيل النقطي للإلكترونات أستطيع مساعدتك يا خالد فلقد فهمت هذا الدرس جيدا سأكون شاكرا جدا يا مازن لا تقول هذا فنحن أصدقاء اجلس بالقرب مني وسنبدأ معا دعني أوضح لك الأمر في العناصر الثمانية عشر الأولى من الجدول الدوري بدءا من عنصر الهايدروجين H وحتى عنصر الأرغون AR سنقوم برسم الجزء المتضمن الثمانية عشر عنصرا من الجدول الدوري بدءا من الهايدروجين وحتى عنصر الأرغون ثم نخصص مربعا في كل خانة من خانات الجدول بحيث يكون طول ضلعه ثلاثة سنتيمترات لكل عنصر ومن ثم نقوم بعمل التمثيل النقطي للإلكترونات لكل عنصر من العناصر الثمانية عشر في هذا الجزء من الجدول الدوري انظر يا خالد إلى الرسم الذي قمنا بعمله ماذا تلاحظ على التمثيل النقطي للإلكترونات لعناصر المجموعة الواحدة؟ ألاحظ أن عناصر المجموعة الأولى لها إلكترونا واحد في مجال الطاقة الخارجي وعناصر المجموعة الثانية لها إلكترونان في مجال الطاقة الخارجي وهكذا إلى أن نصل إلى عنصر الأرغون في المجموعة الثامنة عشر والذي يحتوي على ثمانية إلكترونات في مجال الطاقة الخارجي ومعنى هذا أن عدد إلكترونات مجال الطاقة الخارجي يتساوى مع رقم المجموعة التي ينتمي إليها الأنصر والآن هل تستطيع يا خالد أن تصنف لي التغيرات التي لاحظتها أثناء التمثيل النقطي للإلكترونات لعناصر الدورة الواحدة؟ ألاحظ أن العدد الذري يزداد بمقدار واحد لعناصر الدورة الواحدة كلما اتجهنا من يسار الجدول إلى يمينه أحسنت يا خالد شكرا لك يا مازن إذن ما رأيك أن نقوم بزيارة المعلم للاطمئنان عليه بدلا من الاتصال به؟ فكرة جيدة ولكن دعني ألخص ما تعلمناه اليوم يمكننا تلخص ما تعلمناه اليوم فيما يلي عدد الإلكترونات في مجال الطاقة الخارجي يتساوى مع رقم المجموعة العدد الذري يزداد بمقدار واحد لعناصر الدورة الواحدة كلما اتجهنا من يسار الجدول إلى يمينه ترجمة نانسي قنقر